اشتركوا في القناة الثاني عشر من اغسطس من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبامكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجودة في صدوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدئ فقرة التحليل الفني نطلع على اهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الجنين الاسترليني وهو الناتج الاجمالي المحلي وايضا مؤشر الانتاج التصنيعي ثم سوف يكون لدينا خبر الفائدة على الليرا التركية وتختتم البيانات الهامة لهذا اليوم ببيانات هامة على الدولار الامريكي وهو مؤشر اسعار المنتجين ومعدلات الشكاوى من البطالة وجميعها بيانات خاصة بالتضخم ومهمة جدا على الدولار الامريكي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ أخواني العزاء أنه بسبب صدور البيانات الامريكية يوم الأمس بيانات التضخم مؤشر اسعار المستهلكين قد صدر بشكل سلبي مما أثر على مؤشر الدولار الامريكي وأدى إلى بعض من التراجعات ولكن حتى اللحظة التراجع الذي حدث في مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يعتبر في طور التصحيح والمؤشر الدولار الامريكي لا يزال يعتبر في طور المسار الإيجابي الصاعد وتداولات الأسعار لا تزال مستقرة أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وعلى الدعم المحوري الماثل عند مستوى سعر 92.500 وطوال ما أن الأسعار أعلى هذا الدعم فلا يزال السيناريو المرجح هو السيناريو الصاعد وننتظر إنهاء التصحيحات ومحاولة الصعود مجددا خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار هو الآخر لم يستطع كسر مستوى الدعم الماثل عند مستوى سعر 1.17 ألف ونلاحظ أن الصعود حصل ولكن هذا الصعود حتى اللحظة يعتبر طور التصحيحات واستمرارية التداولات أدنى مستوى 1.18 ألف وخمسمائة وأدنى متوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم لا يزال يضع زوج اليورو دولار في طور المسار السلبي وتحت الضغط البيعي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار يفشل في كسر مستوى 1.38 ألف ويحاول استعادة الزخم الصاعد مجددا وباختراقه لمستوى 1.39 ألف قد نشاهد عودة إيجابية لزوج الباون دولار يستهدف من خلاله مستويات 1.40 ألف وأعلى من هذه المستويات وشرط استمرارية الإيجابية هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 1.38 ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أخواني العزاء أن الزوج لا يزال يتداول في ظل القناعة العرضية المحصورة ما بين مستوى 152 و 154 وحتى اللحظة الأسعار لا تزال توحي بمزيد من العرضية ولن يحدد لنا الزوج مسار واضح وصريح حتى يتم كسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية الماثلة أمامكم على الرسم البياني إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولا جديد يذكر حيث أن الزوج قد بدأ بخلق بعض التصحيحات ولكن على الصعيد الفني لا يزال يعتبر تحت الضغط البيعي واستمرارية التداولات أدنى مستوى صف واصلة 74500 لا يزال يضع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي في طور المسار السلبي الهابط الذي يستهدف مستوى صف واصلة 72800 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ومتأثرا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي نلاحظ الزوج يتراجع إلى مستوى الدعم الماثل عند مستوى سعر 110.400 ونعود إلى مستوى الدعم الهام إذا نجحت الأسعار بالارتداد منه والعودة على مستويات 110.400 فسوف يعود الزوج إلى النطاق الإيجابي الصاعد أما كسر مستوى 110.400 والتداول دونها قد يكلف الزوج الكثير ويعيد الأسعار مجددا إلى المسار العرضي واستهدف مستوى 109.350 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ أن الزوج سوف يكون اليوم لديه خبر الفائدة على الليرا التركية وقد نشهد بعض التذبذبات العالية في الأسعار ويجب الحذر في التداولات اليوم ولكن من ناحية فنية نلاحظ أن ثبات الأسعار أعلى الدعم الماثل عند مستوى سعر 8.60 لا يزال يضع الزوج في طور المسار الإيجابي الذي ننتظر أهدافه بالقرب من مستوى 8.70 و8.80 خلال التداولات متوسطة الأجل وشرط تحقق واستمرارية الإيجابية هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 8.60 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال البيتكوين يحقق أعلى سعر بالقرب من مستويات 47.000 دولار ولا يزال الزخم الصاعد هو سيد الموقف للبيتكوين طوالما هو يتداول أعلى مستوى الحاجز النفسي والماثل عند مستوى 42.000 دولار وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55.000 يوم نتوقع استمرارية الموجة الصاعدة للبيتكوين لتحقق الهدف المنتظر عند مستوى 52.000 دولار على الشورد تيرب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونبارك لكم تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستوى سعر 1 دولار وشاهدنا في التداولات يوم الأمس حقق الهدف المنتظر عند مستوى الواحد دولار ولا يزال الزخم الصاعد متنامي وإذا نجحت الأسعار بتأكيد هذا الاختراق لمستوى الواحد دولار قد نشاهد الريبل يستمر بالسيطرة على الزخم الصاعد ويستهدف مستوى الواحد دولار فاصل عشر سنت كهدف أولي والواحد دولار فاصل عشرون سنت كهدف رئيسي خلال التداولات متوسطة الأجل وشرط تحقيق هذه الأهداف المذكورة هو ثبات الأسعار أعلى مستوى الواحد دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب قد تمرد يوم الأمس لعدة أسباب أساسية وفنية وسوف نذكر بعض الأسباب وأهمها وأهمها صدور البيانات السلبية على الدولار الأمريكي والتأثير على مؤشر الدولار الأمريكي بالسلبية قد منح الذهب فرصة للتحرر من القيود السلبية وأيضا انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد دلتا والخوف من الإغلاقات أدت إلى انتعاش لملك الملاذات الآمنة ولكن فنيا حتى اللحظة هذا الارتفاع الذي حدث في الذهب لا يزال يصنف في طور التصحيحات والحركة الصحية للأسعار حيث أن الصعود الحاصل لا يزال يضع الذهب تحت الضغط السلبي والذهب لا يزال يتداول في ظل المنطقة الحمراء السلبية ولن يتحرر من القيود السلبية ويحاول العودة لاستعادة بريقه مجددا إلا باختراق مستوى 1765 دولار للأنصة الواحدة إذا نجح الذهب باختراقها والعودة علىها فحينها سوف يمكننا القول أن الذهب بدأ بالتحرر من الضغوط السلبية وسوف يبدأ بالعودة تدريجيا إلى المسار الصاعد والعودة إلى مستوى 1800 دولار للأنصة الواحدة ولكن طوال ما هو أدنى مستوى 1765 فلا يزال هناك بعض الضغوط البيعية الذي قد تهوي به الذهب مجددا إلى مستويات 1720 وحذاري لأن اليوم لدينا بيانات هامة على الدولار الأمريكي وبيانات الوظائف والتضخم ومن الممكن أن تقلب حركة الذهب مجددا إذا ظهرت بشكل إيجابي إذن أخواني العزاء يفضل الانتظار حتى تردنا إشارات فنية وسوف نتابع بإذن الله تعالى على حسابي في سناب شات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ولا يزال النفط الخام يحاول خلقنا فرعية صاعدة ولكن حتى اللحظة يعترض طريقه للصعود المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الذي يعبر عن منطقة مقاومة متحركة قوية جدا فشلت الأسعار خلال الجلسة السابقة باختراقها ونلاحظ أن مستوى 69 دولار للبرميل الواح يعبر عن منطقة مقاومة قوية جدا يصعب على الأسعار اختراقها ولن يؤكد النفط الخام الإيجابية البحتة والمطلقة إلا باختراق مستوى 69 دولار للبرميل الواحد وننتظر أخواني العزاء اختراق 69 دولار يفتح الضوء الأخضر للنفط الخام لاستعادة الإيجابية والانطلاق نحن مستويات 72 دولار أما فشل الاختراق فقد يحاول يعيد النفط الخام تحت الضغوط السلبية مجددا ويهوي به إلى مستوى 67 دولار و 64 دولار مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة حتى اللحظة تحاول الصعود ولكن لا تزال حتى اللحظة باستمرارية تداولاتها أدنى مستوى 24 دولار و نصف لا تزال تتعرض للضغوط البيعية ولن يمكننا اعتبار الفضة تدخل في المسار الإيجابي إلا باختراق مستوى 24 دولار و نصف واستمرارية التداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من السلبية وقد نشاهد الفضة تهوي إلى مستويات 22 دولار فاصلة 90 سنت خلال الجلسة الحالية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي لا يزال تمسك بالزخم الصاعد وذلك باستمرارية التداولات أعلى خط الاتجاه الصاعد واستمرارية التداولات أعلى الدعم المحور الماثل عند مستوى الأربعة لا يزال يضع الغاز الطبيعي في طور المسار الإيجابي الذي ينتظر أهدافه عند مستوى 4.20 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وأبارك لكم تحقيق الهدف الأولي الماثل عند مستوى 35500 وقد تحدثنا يوم الأمس أنه بثبات الأسعار وارتدادها من مستوى 35200 سوف يتحرر الداو جونز من القيود وسوف يمنح الضوء الأخضر لتحقيق الهدف الأولي الماثل عند مستوى 35500 وتكوين رقم قياسي جديد وقمة تاريخية جديدة وها نحن نشاهد الداو جونز يحقق هذا الرقم وحتى اللحظة الداو جونز يحاول التصحيح ويحاول التجميع من أجل اختراق مستوى 35500 والذي بدوره إذا نجح باختراق هذه القمة سوف نشاهد قمم تاريخية قادمة وسوف نشاهد الداو جونز يسعى لتحقيق الهدف الرئيسي المنتظر عند مستوى 36000 على اللونغ تيرم بإذن الله تعالى ولكن أخواني العزاء نلاحظ التشبع في الشراء على مؤشر تذبذب ستوكستيك ولا يمنع أن نشاهد بعض من التحركات العرضية وبعض من التصحيحات قبل الانطلاق مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز الاس بي فايف هندرد ونلاحظ أن الاس بي فايف هندرد لا زال يتداول في طور المسار الإيجابي الصاعد استمرارية التداولات أعلى مستوى 4400 وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم لا تزال تضع الاس بي فايف هندرد في طور المسار الإيجابي وننتظر الهدف المنتظر عند مستوى 4480 والهدف الرئيسي عند مستوى 4550 خلال الجلسة القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ولا يزال مؤشر الداكس يحاول استنفاذ التصحيحات ويحاول أخذ العزم للصعود وإذا نجح باختراق مستوى 15800 سوف نشاهد الأسعار تنطلق نحو الهدف المنتظر عند مستوى سعر 16000 و 16400 خلال التداولات القادمة بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك هو الآخر قد فشل في العودة على مستويات 15250 ولكن حتى اللحظة هو لا يزال على تداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة والهبوط الحالي هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر وقد تستمر التصحيحات حول مستوى 14800 واستمرارية التداولات أعلى مستوى 14800 لا يزال يضع الزوج في طور المسار الإيجابي الصاعد وننتظر انطلاق قادمة للنازدك بإذن الله تعالى تستهدف مستوى 15250 إذن أخواني العزائيل هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله